دكتور مئير لأول مرة هناك رد إيراني واضح من قبل الرئيس الإيراني بأن اليمن سوف تنجو في نهاية المطاف من يد المعتدين والقصد عن السعودية وحتى الآن هناك صمت سعودي رسمي بالنسبة لما جرى في اليمن وفي صنع دعنا نقول ما يجري في اليمن هي نقطة الالتقاء بالنسبة للصراع السعودي الإيراني ويقال بأن ربما علي عبدالله صالح هو الضحية الأولى لذلك هو ليس نقطة الالتقاء الوحيدة هناك نقاط أخرى يعني ما حدث في البحرين كان أيضا نقطة الالتقاء حرب الأهلية السورية ممكن أيضا أن تعتبر إلى حد ما نقطة الالتقاء ولو يعني في مراحل معينة في الحقيقة الأمر أنه يجب حتى نفهم ما حدث يجب أن نفهم ما يمثله الرئيس علي عبدالله صالح يعني بخلاف عن أنه غير عبر من معسكر إلى معسكر أكثر من مرة يجب أن نفهم أن هناك بعد تحدثنا عن علاقته بالحوسيين يجب أن نذكر بأنه منتمي إلى الطائفة الزيدية في اليمن اللي هي الطائفة طبعا الحوسيين اللي يعني محسوبة على الأسرة الشيعية الموسعة ولو أنها طبعا ليست إثنى عشرية لذلك هناك من يتساءل ماذا سوف يكون مصير جماعة عبدالله صالح؟ ولكن البعد القبلي بقى في اليمن أقوى من البعد الطائفي وهنا بقى الاختلاف بما يعني التفكير ليس تفكيرا طائفيا صرفا في اليمن وأدفة إلى ذلك هناك بعد عروبي عند علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر الذي كان يرأسه هذا البعد كان يتمثل في صلة وطيدة بمصر في السابق بمصر مبارك ولكن أيضا صلة وطيدة بالدول الخليج وبالمملكة السعودية وبدولة الإمارات العربية المتحدة فإذا هناك تشابك في المصالح بين صالح وبين الدول العربية ورأينا أكثر من مرة كيف أن صالح كان يتودد للسعوديين ولما توفي الملك العاهل السابق السعودي السابق الملك عبدالله طلب أن يحضر جنازته ولكن الطرف السعودي رفض وكانت هناك ممانعة من ناحية السعودية لأي تعاطي مع صالح لأن كان عندهم اعتقاد بأنه بين الممكن التغلب عليه وعلى الحسيين عن طريق القوة العسكرية التغير الحدث قبل أسابيع هو أن الموقف السعودي بدأ يلين بدأ يلين لأن المعارك قد احتدت باليمن طبعا ليس لصالح المعسكر الموالي للسعودية وأيضا لأن التمدد الإيراني أصبح شيء بدأ يتفاقم ورأينا نتائجه في سوريا مع الأوضاع التي قالت عليها الأوضاع السورية فلكل هذه الأسباب حدث التغير جزري داخل المملكة السعودية وداخل الأسرة الخليجية بشكل عام الشيء الذي أعطى لصالح الفرصة التي كان ينتظرها منذ فترة طويلة وهو أن يعود مرة أخرى إلى الحزيرة العربية الصالح لم يكن في أي وقت من أوقات متحمسة لتدخل الإيراني وكان يعتقد بأن التحالف مع الحوسي الذي يسميه حتى شراكة كهي تحالف زمني مؤقت من أجل الوصول إلى صيغة معينة معدلة معينة يستطيع من ناحية شخصية أن يكون له مكان فيها ومن ناحية أخرى أن تصل اليمن إلى نوع من الاستقرار بعيدا عن هيمنة سعودية زائدة ولكن بطبيعة الحال بعيدا عن حيث لا تصبح اليمن مرتعا للاستعمار الإيراني كما يحدث اليوم